صابر نصير ويلقب بصابر راك عامل مترجماً مع القوات الأمريكية في أفغانستان لسنوات عديدة لخبرته وقربه من الناس في أفغانستان إذ إن سلاحه بينهم هي الكلمة والقدرة على إقناع الأفغان فرغم الصعاب استمر صابر راك في بناء جسور التفاهم والحوار بين المحليين الأفغانيين والقوات الأمريكية للتصدي لحركة طالبان في أفغانستان وقد ف Introduceجوا الأمريكي عن مست 1919 تعالى المؤدง للقوات الأمريكية الامريكية التفاصل من المحليين اللي تم produce عضيبات القوات الأغلية لكنهم تركه الصحاب والمل تقتلون أطفالك، توقفون أطفالك لتذهب إلى المنزل ويستخدمون أطفالك كأسفل أعتبر صابر راك على قائمة المستهدفين بالاغتيال من قبل حركة طالبان وتنظيم داعش في أفغانستان So they turn their face from the Taliban and they help Americans When they help Americans then the Taliban, they target me They put $300,000 to kill me, they are warning me Major Mark DeVito, he got many messages and he said one day, I remember, he said saber, they said something about you and they want to kill you this week وقد وقع ساب الراك ضحية فخ تفجير نفذته حركة طالبان في إحدى المناطق التي كان يعمل فيها مع إحدى وحدات الجيش الأمريكي في أفغانستان سيقوم بأسهاراً وقد قدر لصابر الحياة بعد فقدانه خمسة من أصابع يديه وإصابته بتشوهات في وجهه وجسده لم يكف صابر عن الحديث عن قناعاته بأن الحرب ضد الإرهاب والتطرف ليست فقط حرباً عسكرية بل هي حرب أفكار وضمائر تاليبان هي تروريس لأني تاليبان هي تروريس من الناس حتى الآن أنا أشعر حتى الآن أنا أشعر حتى الآن أنا أشعر حتى الآن أنا أشعر حسن كل شيء لم أعرف هوا خلفك أعرف هوا معي مميزين كانوا يروا نحاول نحاول أنهم هوا عقوم نحاول إننا نحاول أمد مراني نحاول نحاول حين الآن كميزين العميران Они كانوا ستلم به السكرة ثم سرره سرره أمد مراني وقبل أن الوحيد من أنت من أجلنا المترجم لي يُب judل من النwijم مرت في ضل من النجاية أمريكا قمت بلعاني أفغانستان إضطراباً أمنياً بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي وسط تعاون عسكري أمريكي أفغاني في المواجهة منذ سنوات